موسيقى اصعد الله مساءكم مشاهدين بكل خير واهلا بكم الى نقاش على المباشر يأتيكم عبر الاخبارية الاولى في الجزائر في عدد جديد تثير قرارات الحكومة الاخيرة القاضية بتعديل قانون القرض والنقد موجة من التساؤلات عن مصير الاقتصاد الجزائري فبمجرد مصادقة مجلس الوزراء عن هذا المشروع سارع كثير من السياسيين الخبراء للتحذير من هذه الخطوة من الاعفاء الضريبي لتقنين السوق الموازية الى القرض السندي وصولا للتمويل غير التقليدي تغامر الحكومة وهي تمر بمنعرج حاسم منعرج قد يقلع بالجزائر لبر الامان كما قد يهوي بها لمنحدر الإفلاس والعودة للاستدانة الخارجية كما كان قبل سنوات هل وضعت الحكومة حسابا لمغامرتها وهل هذه القرارات هي حلول جدرية أم مؤقتة أم أنها أفضل بديل وما هي الإنعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة اللجوء لطباعة العملة الوطنية أسئلة سنطرح بها أو سنبدأ بها نقاشا اليوم وأسعد باستضافة في عدد اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي والوزير السادق عبد الرحمن بن خلفة أهلا وسهلا بك سيدي مرحبا عبد الرحمن كذلك الدكتور والخبير الاقتصادي عمر هارون أهلا وسهلا بك أهلا بك أخي ياسر وهنا معلي الوزير أبدأ معك دكتور بن خلفة كلام كثير خلال هذا الأسبوع منذ اجتماع مجلس وزراء الأربعاء الماضي والحديث عن قانون القرض والنقد وطباعة عملة في بعض الناس تقول راح نقول له كما فنزويلا في آخرون يقولوا رانا رايحين للهوية حبينا نعرفوا دكتور بن خلفة وضعنا الاقتصاد اليوم في الجزائر بمفهوم يفهم الشعب الجزائري والرأي العام هل وصلنا لمرحلة الخطر هل كما يقول المثل الشعبي وصل للموس الأعظم والرانا شكرا شكرا على الدعو الكريمة من طرفكم وانا لا أشاطر كلمة المغامرة لأنه في الاقتصاد لا بدأ التفاؤل يبدأ بكل شيء ويبقى في أحلاك الحالات ففعلا مجلس الوزراء الأخير في إطار برنامج لحكومة سي ويحيا فيه حزمة من الإجراءات أنا لا أعرف أتعجب عندما يتكلم الناس إلا على قانون القرضي إلا على ما يسمى بالتمويل يعني التمويل الاقتصاد فعلا هو معضلة من معضلات كل بردان بيترولية نفطيها كل الآن بردان بيترولية عندهم عندهم فجوة بين الموارد المتواجدة والحاجيات التحالي كانت حاجيات كبيرة بما فيها الجزائر فيهم من اختار أنه يستدينوا في الداخل فيهم من اختار أنه يستدينوا في الخارج فيهم من اختار حزمة فأود أن أقول بأن الجزائر بدأت بعد سنوات ولكن بطرق أخرى لأن القرض السندي هو تجميع وجمع لموارد سوقية داخلية داخلية صحيح وسوقية موجودة عند ناس أو عند بنوك الإجراء هذا هو من آخر الإجراءات التي يمكن استعمالها آخر الحلول آخر الحلول لتقرر ما بعد هذا لو ده أن الاقتصاد يتحرك لي در موارده فنحن لسنا في الخطر اللي موجود في بلدان أخرى لأنه نقدر الله عندنا البترول هو في خمسين ربعة وخمسين الجباية العادية والجباية البترولية ما زلت مقبولة المدخرات من العملة الصعبة في حدود المائة مليار يعني تقريبا ثلث سنوات سنتين ونصف كأن البلدان عندهم شهرين فيه جيران عندهم ثلاث شوه المدخرات اللي موجودة عندنا ما زالت عندنا سنة سنتين يمكن أن نعمل فيها لكن آخر جدار يمكن استعماله بقوة القانون هذا وش معناه أنه هذا ما يسمى بالغير تمويل الغير 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 نون كونفنسيونال لأنه الكونفنسيونال معروف في الكتب نون كونفنسيونال لأنه استثنائي ظرفي ومحدود في الزمن في انتظار أن الاستثمار الداخلي أن الميكرو ايكونومي الداخلية تضر فالمهلة هذه اللي عندنا حددت بخمس سنوات أنا في رأيي شوية طويلة المفروض كانت في ثم سنوات لأنه بمجرد إذا كان رافقته حركية اقتصادية تنطلق الموتار ويمشي والعجلة تمشي إذا لم ترافقه الاستثمارات الداخلية الخارجية التدفقات الأجنبية حركية رؤوس الأموال النسيج المؤسساتي سانة سانتين يبدأوا فيه خطر وهو خطر وهو كبير كبير طيب ممتاز جدا نفس السؤال لك دكتور عمر هارون قبل قد تحب نطرح سؤال آخر للدكتور بخالف لكن لك انت معلش هو قال لسنا في خطر أنا أنا في آخر الحلول أنا أنا في آخر الحلول هل تعتقد نفس الاعتقاد صراحة أن الإجراء اللي إخذاته الحكومة نظر بله إجراء ما عندهاش حل آخر وجدت نفسها أمام أمر واقع قال من قال أن الحكومة في فيفري الماضي كان صندوق ضبط الموارد كان انتهى يعني سفر دينار رصدنا انتهى الأمر إذن الحلول الآنية باش نسيروا الدولة انتهى ما تنساوش بللي عدنا دين داخلي كبير الكثير من المؤسسسات الوطنية اللي أو لما تأخذ يعني مستحقاتها كان رجل أعمال كبير في الجزائر قال في مرحلة سابقة قال عندي ديون ألف ومئة مليار دينار إذن الكلام هنا كلم عن دين كبير داخلي فالحكومة كواقع هي وجدت نفسها أمام أمر محتوم عندها سيولة مش قادرة تتحرك فقررت أن تلجأ إلى هذه الطرق الغير تقليدية ذلك السؤال يطرح نفسه عن نجاعة هذه الآلية أو هذه الإجراء مقارنتا بما هو موجود في السوق كان يتكلم مع العليل وزير أنه إنعاش الاقتصاد الوطني لما نشوف البنية عن الاقتصاد الوطني نشوف البنية معتمدة على الاستيراد حتى الشركات الموجودة في الجزائر اليوم شركات البناء تستورد الحديد وتستورد الإسمنت عدنا شركات التكنولوجية تستورد قطع التكنولوجية من الخارج شركات بناء شركات السيارات تستورد قطع الغيار من الخارج إذن أنت عندك اقتصاد مبني على الاستيراد المؤشرات الأخيرة الموجودة في مخطعة من الحكومة التي أعطتنا قراءة على 17 سنة الماضية قالت أنه بين ميزاني تصير ميزاني جهيز 2180 مليار وقالونا أيضا أنه استوردنا 571 مليار دولار ماذا إذا اقدرنا نسبة وتنسبة نلقوا 50% من ما أنفقناه تم استيراده إذن الكتلة النقدية اليوم هذه اللي رح نطبعوها أو رح نديروها على شكل سندات خزينة ويشريها السوق الأولي أو السوق الثانوي ولا يشريها البنك المركزي كما رح نشوفه مما بعد السؤال هل تستطيع أن تنعيشها الاقتصاد هنا احتمال قليل وقليل جدا لأنه رح توجه إلى تمويل مشاريع تزديد دين الداخلي تزديد داخلي ما نطالب أنه ستوجه إلى الاستثمار هذا هو السؤال لا لأنه كيف ذوابط ما نظن نشت في نسب البنك المركزي لا يفتح الحن فيها هكذا ويتمشي كل شي حتى البنك المركزي عنده ذوابط ولكن الواقع يفرض دكتور القانون يسمح له أنه يسمح له لأنه فيما مضى القانون كان يقول عشرة في المائة ويقول في السنة لا بده ترجع في نفس سنة فالذوابط هذه أظن أنها لكن يبقى تبقى مسؤولية تاريخية للبنك المركزي لأنه البنك المركزي في نفس الوقت يمول الخزينة العمومية في حدود أن التضخم يبقى لأنه مسؤوليته التضخم لا يجب أن يطلع وكذلك من مسؤوليته ففيه ذوابط لا تظنون أنه البنك المركزي لكن أساسا كما كان يقول الأخ أساسا هذا التمويل الاستثنائي لا بدأ يمشي للمشاريع التي ترجع تخلق ثروة تخلق ثروة ممتاز ما يمشيش ولكن دكتور بن خالفة السؤال المطروح لأنا ودكتور عمر السؤال المطروح أنه كيف نستطيع اليوم أن هذا التمويل يذهب للمشاريع التي ترجع الأموال وتضر الأرباح ونحن في الحالة العادية لم نستطيع أن نفعل هذا الأمر ها هو الإشكال من يضمن؟ عندنا مشكلة كبيرة في الاقتصاد الوطني أنه الجهاز المصري في إنتائك اليوم لا يواكب التحركات التي ستوجد في الاقتصاد اليوم لديك الضائرة النقدية يعني لو خرجت هذه الأموال طبعناها لو خرجت من الضائرة النقدية لا أحد يضمن أنها ستعود للضائرة النقدية لأن الآليات التكنولوجية والصيرفة المالية الحديثة غير موجودة الآلياتها في الجزائر نتكلم أنه اليوم عدنا مشكلة كبيرة لسائل البونكير نتعني لم يعودش يرجع الأموال لماذا؟ المستثمر اليوم حتى لو أعطيت له أمواله لكي يستثمر بها لا يستطيع أن يدخلها في السائل البونكير بل سيحتفظ بها في المنزل لكي يشري بها المواد الأولية وكي يخلص بها الخدامين لماذا؟ لأنه عنده مشكلة لما يتوجه للبونك يلقى السيولة إذن هنا وشح يوجد أنه كل أموال اللي سنطبحها أو جزء منها على الأقل سيذهب إلى كما نقولها بالدرجة شكارة نحن اليوم عندنا في الاقتصاد الوطني خمسين مليار دولار خارج لسيركل البونكير خارج الضائرة البنكية هذا طبعا هذه الأرقام لا نقدرون نتأكدوا منها يعني يعني دكتور كان في الوزير يقدر يعطينا الرقم إذا كان يصحح إذا كنت أخطأت إذن هذه الخمسين مليار دولار اللي رهي موجودة خارج لو عملنا آليات حقيقية لأنه اليوم كنت كلمه في الاقتصاد عندنا توجه هين عندنا التوجه الإداري وعندنا التوجه الاقتصادي عادة التوجه الإداري يروح للمالية العامة التوجه الاقتصادي يروح للسياسة النقدية اليوم احنا قررت الحكومة أنها تخفض أو تخفف من القيود اللي موجودة في قانون النقد والقرض باش تقدر تمول نفسها إذن احنا اختارنا الحل الإداري لماذا مش يعني ليس مجبر أخاك لا بطل كما يقول لأنه عندك إليات سياسة النقدية تم تفكيكها على مدار السبع عشر سنة الأخيرة مع الوزير هو كل كل الوطن كل رجال أمال كل سلطات انطلاق من هذه السنة يعني آخر جدار يحسن الاقتصاد نزل كلنا أمام المسؤولية تاريخية وأنا من بين الأشخاص اللي في الماضي كان عندي شوية تحفظ تفاؤل لكن بدأت عندي نوع من تشاؤل متشائم للوضع متشائم لسرعة تغيير الاقتصاد لأنه لا بدأ أن حركية الاقتصاد تغيره في ربع ملفات أساسية وقلتها أمس ملف احتواء القطاع الغي مهيكل لأنه قطاع كبير إذا لم نحتويه ضريبيا وماليا لا يمكن أن ننطلب تانين عصرنا القطاع المالي والمصرفي لأنه القطاع المالي والمصرفي له مسؤولية أنه يجمع هذه الأموال بالطرق المختلفة بما في ذلك إدخال شبابي لا شبابي كل الطرق حتى أنه هذه الملايير هو يقول 50 كي يقول 30 كذا تدخل تدخل رابع شيء هو الاستثمار في مصر نحن لا نستديل ولكن التدفقات التي تأتي استثمارا لا بدأنا أننا نستقبلها هذا تليين قاعدة 51 39 وحصرها إلا في الاستراتيجي وأخيرا الإجراءات التي تحكم حركة رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج ومن الخارج إلى الجزائر أنا أعرف بلدان ترأصت كنت رئيس مجلس وزراء العرب خلال سنة كين بلدان تعمل إلا بأموال الدياسفور ورانتاحها مصر لبنان أنا كنت اتخذت إجراءات ولا بد أن نتخذ إجراءات على أساس أنه الأموال اللي عند الجزائريين اللي في الخارج هذا كان هناك إشكال أنه إشكال عدم وجود فروع بنكية جزائرية في الخارج لا 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 الآن هذا هذا يرفع لأنه إذا فتحنا دي كونتنون ريزيد هنا بمزايا الآن تقدر تأتي بدولارات في دقيقة من دبي إلى إلى ترمسا فكنا في في مشروع كان مشروع وأنا أشهد أنه نفتح حسابات لحسابات لغير المقيمين لغير المقيمين بتودانتيري كبير لأنه يربحوا نسبة شخصة يحوض أنه يخليها في إسبانيا أو يخليها في جونة خليها في بلده ويستعملها بنفس الحرية لكن هذا يتطلب عصرانة القطاع الماليون نصف مسؤولية تاريخية هذه الملفات الضخمة هذه الاستثمار من الفتح في الجزائر ما نشفتحينا في الجزائر اليوم فقط خوص فقط خوص كنا بودنا لا فتحنا بإجراءة صحبة صحبة ويتحفظ أيضا يتحفظ بمراقبة النراقب لا نبيض الأموال نراقب لكن بالسرعة لماذا الجزائريين الآن يخليوا فلوسهم في دول لماذا يخليهم في سعودية في فرصانيا لكن المشكلة اليوم كان بودنا أنه يكون لدينا مشروع قانون نقد والقرط لأنه قانون مهم ومهم جدا في الاقتصاد كان بودنا أنه نتناقشوا على الأفكار اللي حتطرحها الحكومة لا لا المشكلة اليوم مع علي الوزير أنه كما كنت نحكي مقبيل اليوم اخترنا التجاه الإداري الاقتصاديين من 2014 واللي قبل من 2013 وأنا شخصيا كتبت كنا نقولوا التوجه هذا للتوجهات والجزائر سيؤدي في مرحلة من مراحل إذا خفض سعر المحروقات إلى ما نحن فيه الآن خاصة أنه معروف على الأسعار المحروقات أنها تمر بديسيرك يعني عندها حلقات مرة يرتفع مرة ينخفض سعر انتحها إذن اليوم أنك تفكر في تجميع الأموال ومبعد تبدأ في الصرف انتحها هذا بالتأكيد رح يؤدي بك إلى البداية السيناريو أنظم بلي في البداية كان واضح أنه سينتهي لهذا الأمر فقط كانت هناك مسكينات لأنه كنا نستعملوا الأموال اللي تدرع لها المحروقات الحالي المهم هو أنه وصلنا الآن كيف نطلق من الآن لكن لكن فعلا معالي وزير سيتغير لكن ممارسات المصرفية البنوك الآن مش محتاجة لأي خانون باش تتفاعل مع تنفي لكن البنوك البنوك منذ سلواته يتصير بعقلية جامدة فلذا أنا من دعاة من يقول أنه لا بد من فتح رؤوس أموال البنوك العمومية لكن فتح رؤوس البنوك أجنبية تدخل فيها حوكمة جديدة تسير جديد لأنه قطاع الماء الفينانس بيبليك المستقبل تبقى إلا في في الإيكول في المدرسة في كذا لابدأ أن الدولة تخرج من رأس أموال الشركة العمومية البنوك العمومية هذا هو الاستثمار الجديد يعني الوزير عدنا مشكلة وقضية استفقية قوانين عدنا مشكلة تجربة سابقة مع الخوصصة كانت مؤلمة الجزائريين اليوم الجزائريين اليوم كلهم يخافوا من هذا المشروع أنا لست ضدها لماذا يخاف الخوصصة لا أسمح لي أن يقول لك حالة لما تشوفها دول متقدمة يعني كانت نامية لأنها رأي متطورة كانت كثير من أمثلة دخلت في هذا الإيطار ورأي معندها حتى مشكلة أول ما لا نتكلم على الخوصصة نتكلموا على الشراكات الرأسومالية وما فيه شعي أنه إحنا نفتح لماذا المصوليين يفتحوا لماذا لبنانيين يفتحوا لماذا عندنا هذا الطابو أنه إحنا عندنا خصوصية يمكن أن نخسر الآن معادي وزير ما الذي يغري البنك أجنبي ليدخل في رأس مال البنك جزائري سعة السوق الداخلية ما كانش اللي عنده سوق مثل سوقنا هل فيه بعد سعة سوق عندما يكون سوق كبير يستثمر في الناس لكن مشكلة ثقة بين المواصل والبنك أعطيك مثال لدكتور بخالفة أنت قمت بإجراء ما يسمى العفاء الضرية سبعة بالمئة عن السوق الموازية كانت المرحلة أولى كانت المرحلة أولى ما ليش هذا الإجراء اللي أعملته دكتور بخالفة إجراء جيد أنه يمتص بعض الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية وامتصنوا عن ماء ولكن مع ذلك أنت تعرف بأنه في الجزائر اليوم المواطن لما تقول له البنك يقولون أنا لحطة البنك ما سنشوفهم أنا أعرف أنا أعرف أشخاص مستثمرين مستثمرين أنا شخصيا أعرف مستثمر أراد أن يأخذ حقه من مشروع وهو مبلغ مالي اللي بأس به قسمه له على قسمة على أسبوع يأخذ مبلغه في تسعة شهر تسعة شهر باش يأخذ مبلغه البنك حتى هذا من ممارسات من ممارسات أنه ما تأخذش الفلوس عندما تبدأ الاقتصاد يمشي واحد ما يخرج فلوس كل دراب الفيرمان الفلوس تمشي بين البنوك سؤال معالي الوزير ما كاشو أحد يأتي بمليار ما فيش شكا ما فيش احنا الآن نشوف شكا أنا مش شكا فلاذا نفتح الأبواب المستثمرين لأنه إعادة الثقة في البنوك يغنيها السوق الجزائرية كما قال لك يغنيها لكن هل من المعقول الإجراء اللي داره معالي الوزير لما كان وزير هل من المعقول واحد محتفظ بدرهم أدرهمه كاملة يعني درهمه أمواله كاملة في البيت عنده يجيب لك أمواله وزيد يدفع 7% من يقبلها؟ يعفى يعفى 7% هذه تبرئة من يقبلها؟ خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة لأنه لا يمكن أن يقل لأنه الآن حاليا حتى وحد ما يقدر يحتفى خارج الناس لا عندهم فلوس كثير ومكن نظرهم يقول هم غلقوا غلقوا لحسابة التعكم لأنه الآن في مراقبة حركة الأموال صحيح لكن الآن إحنا عدنا إجراءات البنوك البنوك عندما أقول تتحرك تتحرك في سمعاتها تتحرك في تسيرها ولا يمكن أن تتحرك وهي عمومية 100% ممتاز جدا لأنه العمومي دائما عقلية السوفية عقلية الدولة عقلية إدارة إدارة مش اقتصاد إدارة على فكرة من مواد من المفروض أنها تتعدل هو من يمنح القرار بفتح رأس المال البنوك أو لا يمنح القرار لا مش القرار فقط هذه باقية لكن القرار هو أنه الشي ثاني هو أنه نفتح رؤوس الأموال لبنوك وفيه بنوك تريد أن تدخل من هذا الباب لسوقنا ليس سوقنا واعد ممتاز جدا دكتور أنت لخصت المشكل في قطاع السيرفاء في الاستثمار في البنوك في غير المهيكل في غير المهيكل هذه الملفات الكبيرة التي تحرك الموتار لكننا في الجزائر هل اقتصادنا يسير بنظرة استراتيجية استشرافية نحن نتكلم على الاقتصاد اقتصاد فيه تكنقراط فيه ناس خبراء ليس سياسة الآن عندما يختلط الاقتصاد بالسلم الاجتماعي والاقتصاد بالأمن والاقتصاد بالسياسة هل سيثمر هل سنصل إلى نتيجة من بين الأشياء الأخرى هو عدم تسييش الاقتصاد الاقتصاد سييسة كثيرا عندنا أنا من بين الأشياء التي أفكر فيها أن الثلاثية القادمة يجب أن تغير منهجها أنها تدرس هذه الملفات عوض أنها تدرس قوة شرائية وعوض أنها تبدأ في أنا أعرف مرة ثانية أقولها أعرف كفاءة سيد وزير الأول سيحمد يحيى وأعرف خبرته في الظروف أن الثلاثية القادمة هي كيف نفتح هذه الملفات وهذه الملفات يحتاجون إلى قوانين يحتاجون إلى ممارسات لأننا الآن في القطاع الاقتصادي ولسنا في الأدوات الإدارية كما كان يقول نمشي من الإدارية والميزانية إلى حركية اقتصادية وحركية اقتصادية ليس قانون دكتور عمر صدر نتكلمه فقط 17 سنة ونحن نمولو في الاقتصاد أو نتعامل مع الاقتصاد بطريقة إدارية يستحيل علينا أن نتحول من النقض إلى النقض بأعصى سحرية إذن الاقتصاد اليوم يحتاج إلى مرحلة انتقالية مرحلة وسطية يمر بها الاقتصاد الوطني هذه المرحلة الانتقالية عالى الخبراء الاقتصادين أن يحددوا معالمها لو تركنا الأمر بيد الإدارية فكرة الإدارية أنه كيفاش نسلك اليوم كيف أستطيع أن أمرر اليوم مشكلتنا اليوم من بداية وحتى والوزيرة ومعانا هنا حاضر لما كان في الوزارة أنا لم يستطع أن ينفذ ثلسفة اقتصادية كان يعالج بعض المشاكل الإداري اللي يوجدها أمامه واسمح لي كنت طاولت في كلامي فلم يستطع أن ينفذ رؤية اقتصادية أنت تمشي في إطار برنامج وتعمل في قصير المدى ومتوسط المدى يعني عندك أولويات إذن هنا اليوم علينا أن نخرج الاقتصاد من الإدارة ونضحها في يد الاقتصادي على الأقل اسمعوا هذا إدارة والسياسة إدارة والسياسة أنا أقصد بالإدارة لم أريد أن أقولها فقط لا 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 حتى المسألين وحتى أنا وأنا إخواني وأتكلموا على بلدي يعني حتى مسؤولية البرلمان مسؤولية تاريخية البرلمان لا بدأ أن ينظر إلى اقتصاد الغد ولا ينظر برلمان لما تكلموا على مستوى نواب خلوه شيء آخر لا البرلمان برمتيه لا مستوى برلمان مستوى نواب يتكلموا عن سياسات لا يستطيعون أن يفريقوا بين بيان سياسات العامة ومخطام الجولة دكتور الآن دكاتر الله إذا كان معنا اليوم نتكلموا اليوم على قضية بمجرد خروج معلومة طباعة العملة في الجزائر كثرة الحديث خبراء اقتصاديين هناك سياسيين يقولوا رح نقولوا كما فينزويلا رح تقول لي عندنا جنهار نكون عندنا عملة العملة التاعنا بزاف ما تجيبوا له مش غير فينزويلا دولت بلدان أخرى قبل دول كثيرة أول من كانت خذات هذا مكانوا يحرقوا دراهم لآن تركيا أيضا نعم لآن إشكال هل خوف أن الطباعة هذه تروح كما قلنا قبل قليل في أمور استهلاكية تمويل مشاريع عمومية وليست لدر الثروة أو خلق الثروة وثم كيف ما هي النسبة التي هل هناك نسبة معينة في الطباعة يعني كيف كيف تحتسب هذه الهندسة الداخلية على البنك المركزي البنك المركزي له ضوابط له كم نطبع مش نحتاج ولا كيف ما نحتاج ما نحتاج وحتى التمويل تمويل انتقائي مش يمول هكذا العجز يمولوا مشروعا بمشروع يمولوا قطاعا بقطاع يمولوا كاتيغوري الهندسة الهندسة التمويل والعلاقة اللي بين البنك المركزي والقطاع الحكومي هي لها هندستها لكن الخطر تقول هل نصل إلى ما أقدر لا إلى تركيا كما كانت أو إلى بلدان أخرى قبلها نيجيريا الفينيزويلا هل نصل إلى هذا مازال نصل إلى هذا نصل إلى هذا الخطر إذا خلال هذه المرحلة التي حديدت في خمس سنوات لمرحلة التحول وأنا كما شعرت رك لما تفقش بزاف طويلة 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 أنا أقول خمس سنوات يعني إذا ما تحركتش بالملفات هذه وملفات غيرها الإختصار الداخلي ليبدأ من جديد يغطي هذه التسبيقات لتعلى البنك لأنه تعتبر تسبيقات كأنه القطاع إذا كان تغطي القطاع إذا ما غطيتش القطاع تدخلوا في باب الإفلاس حتى من ناحية فأنا لا أريد أن أو أخوي يعني لسنا في هذا المرحلة تماما ولكن مرة ثانية الأولوية هي ما هيش في الخوف من التمويل غير تقليدي الخوف إذا ما فتحناش إذا ما فتحناش الاقتصاد في ما يسمى بالإصراحات الهيكلية الإصراحات الهيكلية اللي أخرناها شوية حتى الآن ليننا الأشياء الآن نحن أمام الحائط نفتح الملفات الكبيرة وستكون ملفات مركبة دولوريوس كما يقال صعبة مؤلمة لكن ننظف بها من جديد نطهر فيها من جديد الاقتصاد إذا كان لم تكن هذه فيها خرق بعد الفصل نحن نجيك تكتور عمر هارون مشاهدينا الفصل ونواصل في نقاش المباشر تبقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاشنا عن المباشر والذين نتحدث فيه عن خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة ورزمة الإجراءات رزمة الإجراءات التي تقوم قامت بها أو ستقوم بها في الأيام القادمة هل هي طريق للإقلاع إلى بر الأمان أم للإفلاس دكتور برخالفة دكتور عمر هارون كان عندك كلمة قبل الفصل وقلت لك دكتور هارون أنه نرجع تفضل معالي الوزير متفائل جدا من قدرة البنك المركزية على التحكم في إرادة الإدارة لحد الآن ما ناشعارفين ما هي التغييرات اللي راح تكون في القانون النقد والقرد لأنه كنا عارفوا علش قلت لك أنا مقبيل أنه من المفروض أنه تكون عندنا مسودة لأنه هذا القانون يجب إثراءه أنا كنتكلم أنا كفي الجزائر كنتكول تعديل قانون من وقد القرد تجي على بالي مثلا الصيرفة الإسلامية لماذا اليوم الجزائريين وإحنا الجزائريين شعب متدين حبينا ولا كرهنا الربا تمسنا صحيح صح لماذا لم ندخل لحد الآن على بالك القانون الجزائري ينص صراحة على أنه كل بنوك متواجدة في السوق الجزائري هي بنوك تقليدية لوجودة قانونا لأي بنك إسلامي لحد الآن حتى 2003 يقول يقول بنك ما كانش بنك إسلامية يعامل البنك المركزي يعامل كل بنوك بنفس الطريقة عنده عليه فائدة ويتعامل بالفائدة إلى آخره فاليوم لما نشوف بالليكين تعديل لقانون النقد والقرض هو تعديل تاريخي بال2003 ما عد النجح حتى اليوم وما نلقاش فيه تعديل خاص بالبنوك الإسلامية وبالصيرفة الإسلامية اللي هي قادرة تفتح مجال واسع صحيح وقدرة تدخل لنا قادرة تدخل لنا أموال كثيرة القرض السندي ربما أنا في اعتقادي ويسمح لي المعلي الوزير لم ينجح في استقطاب الأموال لكن لو فتحنا الجانب للاقتصاد الإسلامي رح نضرب عصفورين بحاجر واحد الحاجة اللولى رح نقدروا نجيبوا أموال من السوق الغير رسمية الحاجة الثانية هي البورصة اللي نسيناها وما تكلمناش عليها من بين آليات التمويل في الاقتصاد الوطني هي مفروض السوق البورصة اليوم لو فتحنا مكان البورصة لسندة المزارعة والمشاركة وغيرها من السندات والمرابحة اليوم رح تكون عدنا قدرة على إنعاش السوق النقدية السوق المالية اليوم عندك سوق مالية تفتحي ومواحد عندك جلسة واحدة تع مداولات وفي بعض الأحيان سفر عدل المداولات سفر إذن أنت محيد جزء كبير من الاقتصاد ومن قدراتك ومن إمكانياتك وتقول أنا لم أستطع الشعب لا يريد دكتور برخلفة كين خوف في تغيير السياسة النقدية أو في تغيير طريقة عمل البنوك كين خوف عندنا في البنوك خوف لا لكن نقص المبادرة تقليدية البنوك جدا نقص المبادرة وبصراحة البرمتر يعني الحق التدخل تحم هو حق العمومي فلذا أنا أريد أن أدخل دما جديدا وأسلوبا جديدا فلذا نفتح رأس المال لكن كان يتكلم على نوافذ اللي كنا نسمعها إسلامي كوين دو وحتى تشرفية حاجة ما تمنع الآن في القانون أنه نبيع مشاركة أو نبيع مرابحة لا شيء يمنع لا هناك رواب خاصة للبنوك الإسلامي يجب أنه رأيها مع الوزير لا طبعا القانون الآن في كثير من بلدان يصدر لكن القانون في كثير من بلدان في بلدان عندها قانون واحد ولكن فيها تصدر بالنسبة للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أو المنتجات الإسلامية ومنتجات لكن الآن هو مبادرة من البنوك ليست هناك حاجة في قانون البنك المركزي لا بد أن يعيد النظر شوية في إعادة تمويل وكذا لكن الآن فيه تعايش في كثير من بلدان فيه تعايش كبير بين البنوك الكلاسيكية الغير تضاربية والبنوك الإسلامية المهم هو أنه الحركة المصرفية هي حركة بطيقة تفتح رؤوس الأموال تفتح رؤوس الأموال تدخل لا تفتح رؤوس أموال لبنوك أجانب أجانب لعب تدخل حوكمة جديدة تدخل تسير جديد وكان يتكلم عن البورس البورسة البورسة تمشي مع الشركات إذا الشركات ما فتحوش رؤوس أموال حتى حركة فتح رؤوس الأموال للشركات لابد أنها تتطور لأن البورسة تعمل معها تعمل مع الشركات المرابحة أنت تتكلم عن المرابحة فلذا النسيج المؤسسات لابد أنه يتطور كنت نتكلم عن الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة لازم كلها تدخل في السوق ونخرج من ظلال إنفاق العمومي والسياسة العمومية قاعد ناكل النوم جاء من هنا يتكلم هو على أن البنوك العمومية عدنا تقليدية وثقيلة اسمح لي في الكلام لكن حتى البنك المركزي انتعنا بنك لم يقوم بأي مبادارات نحن اليوم نشوفه باللي كان ثبات في السوق النقدية كان المفروض أن البنك المركزي يدير مبادارات عنده الجمعية اللي كان يترأسها معالي الوزير سابقا اللي هي تعمل بالشراكة مع البنك المركزي لماذا لا نقوم بفتح المجال في مجال السيرفة الإسلامية لماذا لا نفتح نقاش لماذا لا نفتح نقاش في مجال السيرفة الإلكترونية لماذا يعني اليوم ما نقدموش حتى بنك المركزي جامد جامد جدا فقط تقليدي كلاسيك عنده أمر واحد يقوم به هو يحاول يتلاعف بعض الأحيان في سعر الصرف علش باش يحافظ باش يحافظ على احتياط النقدية هو يحافظ هو يؤمن ساحة هذا الباب اللي يفتحونه الآن له مسؤولية تاريخية لأنه لا بدأ أنه يمشي في طرق تأمين ساحة لكن حركية التجارية يليبهم حتى وكنت كلمة عن البنك المركزي في سياسة الصرف اليوم نلقوا بلي عدنا مشكلة لأنه احنا نصدره بالدولار ونستورده بالأورو ونلقوا دايما كان هذا الدكالاج بين الأورو ودولار وعدنا دايما هذه الخسائر اليوم عدنا مشكلة دايما في جمود إذا كان هناك ميدان يتحكم فيه البنك المركزي ومخابره هو تسعير تديرها والماتشين كما يقال بين الدولار وبين الأورو لا هو موش في هذا هو يمكن للبنك المركزي أن يقفز في حركة رؤوس الأموال يعني رؤوس الأموال الداخلة لا بدأنا تدخل بسهولة بالمراقبة والخارجة تخرج بسهولة عندما تكون دخلت أنه يعطي يعطي ويونة كثيرة هذه القواعد تكتور هارو أما تكلم على نجاح وإحنا عدنا فرق بين السوق الحقيقية والسوق في البنوك وخارجها في السوق السوداء 40% فرق ما بين سعر الأورو والدولار داخل البنوك وخارجها كيف نسمي هذا كيف نسمي هذا هذا ليس ذات طبع نقدي هذا الطبع اقتصادي لأنه الاختلالات في الاقتصاد ينجم عنها الفرق وهذا بين الدينار الرسمي والدينار سوق الوزيع خصوصا عن الدينار الرسمي سعره الآن مدعم أكيد هذا أمر أكيد دعم شيء آخر لا مدعم مدعم يعني قيمة الدينار الحقيقية هي 150 أيرو 150 بالنسبة لـ 1 أيرو الآن البنك المركزي تبيعه ب139 لماذا؟ لأنه لو بعته لو 150 150 الأشياء كلها اللي داخل من خارج ترتفع تدخم يرتفع فهذه الاختلالات الاقتصادية تبرزوا في المجال النقدي لكن هذا الأمر يؤدينا إلى استنزاف الاحتياط النقدي 150 مليار دولار حسب آخر ما جاء في مخطط عمل الحكومة أرقام مهمة 150 مليار دولار دكتور بن خلفة حبي نعرف شخصيا حبي نعرف رأي العام ربما أحبي 150 مليار دولار هل هي أموال أو مستندات أين أين هي هل في بنوك عالمية وكيف نرجع إليها مستخمرة لها سيولة تقرب 100% نستعملها كما استعملنا كان عندنا 200 مليار منذ سنتين كلينا 100 كيف استعملنا المياه يعني عندنا الآن شحيح أن نحو منها عندنا سهولة أننا نأكلها في يوم وعندنا سهولة أننا نأكلها في 30 يوم وعندنا القضية ما يشفي تسييل هذا كيف كيف استعملنا كان عندنا 250 وخمسين بعد 200 والآن 100 الاستيراد أكلها والتصدير نقص لا القضية في البلد ما هيش في تسيير لريزارف دوشانج القضية في أن لريزارف دوشانج أتين إلا من مصدرين واحدين طيب كيف يمكن أن نصدر كيف يمكن كذا كيف هذا قواعد من 105 مليار دولار كم تتوقع أن نعيش بها لا أولا هي 105 فيها شيء يزيد كل سنة لكن على الأقل سنتين ونصف من الاستيراد هذه أولا سنتين ونصف ثانيا سنتين ونصف ثانيا هذه تضمن العملة الداخلية كل ما نزلت مدخراتنا كل ما عملتنا الوطنية تنزيل لأنها الضامن بكري كان الضامن هو الذهب الآن البلد اللي عنده قوة وعنده مدخرات كبيرة عنده أنا أشير فقط إلى نقطة أنه في حالات الهلع الجماعية اللي اللي يقدر إن شاء الله باش نوصلوا لها الحسابات اللي أنا نتكلم واليها الآن راح تنضرب في الصفر الكلام اللي يتكلم فيه الدكتور في الحالات كيف حالات الهلع الجماعية حنا اليوم لكن تكلموا اليوم كل المواضيع أصبحت تتناول في وسائل التواصل الاجتماعي وللأسف الصوت الغالب في وسائل التواصل الاجتماعي هو الصوت الأقوى والصوت الأقوى ليس لا للا الاقتصادي ولا للمفكر هو الصوت العوام للعمر هذا راح يخلق شيئا فشيئ واليوم بدنا نتكلموا لأنه رجال أعمال في الصحافة نتعنا رجال أعمال أصبحوا يذهبون لتحويل الدنانير نتحهم إلى عملة صعبة صحيح وهذا الأمر هذا يبدأ يتطور اليوم أنا اليوم لدينا وحدة المشكلة كبيرة تهريب يعني نوع من تهريب تهريب نعم نحن اليوم هذا راح يصيب شيئا فشيئا مجموعات راديو وطريطة وار الناس تقول لك يو دي لالة دينا راح ينخفض ما تقوليش عنده قدرة شرائية الأجر نتعك يولي ما يكفيكش وش الحل ديروا ذهب لا ذهب ما نقدرش نسيله ديروا عملة صعبة وتبدأ هذي راح يخلق لو مشينا في هذا الطريق راح يخلق حالتها لا على المواطن الجزائري اليوم المطلوب مننا اليوم حتى ما نصلوش لهذا الدرجة لهذا الحالة هو أمر مهم ومهم جدا هو خطة اقتصادية أنا أستغرب جدا أنه الجزائر ما زالت عندها وزارة هي في حالة اليوم عدنا الأمن العسكري اللي هو أمن الحدود وعدنا الأمن الغذائي وللأمن المادي الاقتصادي متاعنا إحنا اليوم رأنا شيئا فشيئا كما كانتك تضل معالي الوزير قليك آخر برير آخر حاجز ملحية المادي المرياوي لماذا اليوم ما نديروش وزارة اقتصاد نديرو تحتها تحتها مجموعة من الوزارات اللي متعلقة بالاقتصاد عندك وزارة التجارة عندك وزارة الفلاحة عندك وزارة الصناعة عندك وزارة الطاقة إذن هذه الوزارات اليوم رأنا عندنا مشكلة كبيرة إنه الاستراتيجيات الموجودة استراتيجية ما نقدرش نقول لك مختلفة لكن في الكثير من الحين لا تتخاطع صحيح ليجو التنسير إذن اليوم أنا من المفروض وأنا أقترب من حالة الخطر أني ندير حاجة اسمها وزارة اقتصاد تستشرف لي كل شيء وتسير لي كل شيء حتى ما يكونش عندي اليوم نعطيك مثال كنا في ملف السيارات واستيراد السيارات وزير التجارة يقول بلي وزير الصناعة لم يعطيني الضوء الأخضر ووزير الصناعة يقول بلي وزير التجارة لم يعطيني الضوء الأخضر خليني من أنها كلام سياسي أو كلام لأمترير الوقت لكن من ناحية الشكلية أن الوزارة لم تتفقها إذن المرة الأخيرة انتبه البعض أن الوزير الأول قال لكي تشارج يعني لن يتغير والبعض الآخر استمع إلى وزير فعلا السياسات العمومية لا بد من تثبيتها والسياسات الاستراتيجيات القطاعية استراتيجي سكتوريال في وجه الفلاحة لا بد من تثبيتها هذه أظن ستثبت في برنامج الحكومة لكن أنا اللي بقي عندي هو أنه مسألة تطور شيء مسألة الفونكسيونواند الإيكونومي لأن الاقتصاد بحركيته الحالية وظيفة الاقتصاد رهي مشلولة وتمويل الاقتصاد طرق تمويل الاقتصاد تتغير لا بد أنها تتغير لكن نمشي للموارد السوقية لا قدر ربي ما نجحتش هذه الخطة مصادر تمويل غير تقليدية وراح نروحوا معي للوزير لا قدر ربي إذا ما نجحتش خطوة لبعدها ما هي خلاص نكون لا خلال هذه المهلة لا بد أننا نجمع أموال داخلية ونجمع أموال خارجية عن طريق الاستمار المباشر لأن الاستدانة الرئيس قال ممنوع لو كانت مفتوحة الاستدانة لكن لابد أننا نخلع كل شيء يجعل الناس تجيب تلوسها هذه هي السنتين هذه المهلات تحت ثلاث سنوات والحكومة أرادة الدولة اللي لابد أننا نجمع في هذه الأشياء أتمنى لكن ما فيش هلاء أنا أعرفه بالنسبة لنا من هو تحت الأرض وما زال عنده ابتسامة من بلدان قريبين مننا وبعيدين مننا الكلام اللي حبيت نقوله اليوم وما علي الوزير في كثير من الأحيان ما خلينيش نقوله هو أنه اليوم علينا أن نتحول من الإدارة إلى الاقتصاد لأنه اقتصادنا اليوم لا يتماشى مع المعايات الاقتصادية يجمع اليوم الأستاذ يقول أو الوزير يقول يجب أن نفعل ويجب أن نفعل للأسف الشديد كل معطيات اللي راهي أمامي اليوم ولني نقرأ فيها اليوم لن تمكننا من فعل جزء حتى واحد بالمئة مما يتفضل به المعادة الوزير إذن اليوم خرجونا الاقتصاد من يد السياسة حطوهونا في يد الاقتصادين استمعونا على الأقل مرة واحدة وخلي الاقتصاد يقوم بما يجب أن يقوم به استيع الأقل أن تحملوا ما يكون مسؤولية شكرا لك دكتور عمر هارون شكرا لك دكتور الرحمة بخالفة شكرا لكم وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على حسن الإصاء والمتابعة الشكر إلى كل فريق العمل وإلى اللقاء آخر أطيم المنا والسلام عليكم شكرا لكم